طيب نبدأ في أحكام الطهارة بالنسبة للمرضى ابتداء الأصل يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة والصلاة إلا ما عجز عنه منها فينتقل إلى بديله مش مجرد المرض أنا أنتقل إلى التامم إذا عجزت عن استعمال الماء الناس عندهم سكر من عشرين سنة وبيتوض عادي أي مشكلة يعني ليس مجرد المرض مسوغا للدخول في رخصة التامم ورخص المرض المختلفة لسيما فيما يتعلق بالطهارة فيتطهر بالماء يعني من الحدثين الأصغر والأكبر فيتوضأ من الأصغر ويغتسل من الأكبر إن عجز أمامه التامم طبعا لابد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم وقامه أوراق الكلينيكس أوراق التوليت هذه تقوم وقام الحجارة والحمد لله في حق من بان أو أتى الغائض ويجعل استجماره وترأ وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار يعني في ناس يتصورون أن الاستنجاء بالماء لا بديل منه ولا غنى عنه هذا ليس بصحية أنت مخير بين الاستجمار أو الاستنجاء فإن جمعت بينهما فقد أحسنت وإن أردت أن تقتصر على أحدهما فالماء أفضل ليه؟ لأنه أبلغ في التنظيف فهو يطهر المحلة ويزيل العين والأثر طبعا اجعل الاستجمار بيدك اليسرى دائما اجعل يدك اليمنى لأشياء الشريفة والكريمة والعالية فاجعل الاستجمار بيدك اليسرى لا تستجمل باليمنى إلا من علة كما أنك تأكل بيدك اليمنى ولا تأكل بليسرى إلا من علة لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا شق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه وضأه أو يممه غيره وأجزاءه ذلك يجزئ عن المريض أن ييممه خليه هو يتيمم يعني مش المرافق يتيمم هو وهذا يجزئ عن المريض لا ييممه غيره وأجزاءه ذلك طب هنا بتثر قضية المسح على الجبائر والعصائب إيه الفرق من الجبيرة والعصابة؟ الجبائر توضع على الكسور والعصائب توضع على الجراحات صح؟ الجبائر على الكسور العصائب على الجراحات الجبائر جمع جبيرة رباط يوضع على العضو المكسور ليجبر العصائب جمع عصابة وهي رباط يوضع على الجرح ليحفظه من الأوساخ حتى يبرأ إذا تعذر على المسلم غسل عضو من أعضاء بدنيه لعذ كأن يكون العضو مكسورا أو موضوعا في جبس أو محروقا أو نحو يشرع له المسح عليه دون الغسل بالماء فإن لم يمكن المسح على الجبيرة غسل الصحيح من أعضاء وضوئه وتيمم للباقي فضل منطقة دية لا يستطيع أن يلمسها ولا أن يغتر منها لا غسلا ولا مسحا لو افترضنا أن هذا حاصل يغسل الصحيح من أعضاء وضوئه ويتيمم للباقي مسح على الجبائر والعصائب مشروع عند أهل العلم وهو واجب لا يصح الوضوء أو الغسل إلا به وبالباب جملة من يعني الأثار الأحاديث النبوية الولدة في هذا الباب ضعيفة لكن الأثار منخول عن الصحابة والتابعين وعليه عمل الأمة كلها في المشارك والمغالب في حديث رواه جامر قال خرجنا في سفر فأصاب رجل مننا حجر فشجهوا في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التهمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال لحد كده الحديث صحية يعني تكمل في إسنادها نظر فيها شيء من الضعف إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه من كان له جرح معصوب عليه توضى ومسها على العصائب ويغسل ما حول العصائب يعتمس على المنطقة التي فيها العصابة فقط وتغسل ما حولها والمس على الجبائر والعصائب مروي عن كبار التابعين عبيد بن عمير وطاووس والحسن البصي وإبراهيم النقعي وغيرهم طيب لكن هنا سؤال ما شروط مشروعية المسح على الجبائر قال أولا الضرورة إليه كون الطهارة الأصلية بالغسل تلحق ضررا بالمريض بحيث تؤدي إلى زيادة المرض أو تأخر الشفاء منه طيب كون الجبيرة على قدر الضرورة هو الجرح في المنطقة دي ما طلبش تلاعب كله من أوله إلى آخره والولان أمس على كل زراعي والحدي للجرح في المنطقة معينة محصورة لأن ما رخص فيه للضرورة يقدر بقدرها ترجمة نانسي قنقر